قيلة الشيخ الذين يلجأون إلى الأولياء والصالحين وينظرون لهم ويعتمدون عليهم في الملمات ما حكمهم؟ هذا شركهم بالله عز وجل هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه طلب الحوائد من الأموات حيث الصالحين والأولياء هذا من الشرك بالله عز وجل لأن الميت لا يقدر على شيء وأما الحي فإنما يطلب منه ما يقدر عليه إذا كان حاضراً يطلب منه ما يعي وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان يجب على المسلم أن يعرف هذا أما الذبح والنذر والدعاء هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لله لأنه من أنواع العبادة والعبادة حق لله لا يجوز صرفها لغيره فمن عبد غير الله قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر سواء ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو دعاه من دون الله فإنه يكفر بذلك ويرتد إذا كان مسلماً يرتد عن دينه يجب الحذر من هذه الأمور عدم التساهل فيها والحذر من السحر والكهان لأن مهمتهم أن يغلوا الناس وهم يتلقون عن الشياطين الرسل يتلقون عن الملائكة وعن رسل الله عز وجل هؤلاء يتلقون من الشياطين فيجب اتباع الرسل والإيمان بهم وبدعوتهم العمل بها وترك الذهاب للسحرة والكهان قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرّا فنوكي أين فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم شكرا